لماذا يلجأ داعش إلى استخدام الأطفال وسيلة للموت والقتل؟ يحادثنا عنه من القاهرة الدكتور كمال بريقة عبد السلام مشرف في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وعضو مركز الأزهر للحوار دكتور مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا إلى أي حد تشير هذه الأرقام إلى أن داعش لجأ إلى استخدام الأطفال وسيلة للقتل والموت بسبب سهولة تجنيدهم سهولة غسل أفكارهم وأيضا زاتهم بكل سهولة للموت في المعارك الحقيقة أننا في مرصد الأزهر رصدنا العديد من التقارير التي تتحدث عن تجنيد الأطفال وخضوء هؤلاء الأطفال لعمليات غسيل دماغ الحقيقة هناك العديد من الوسائل التي توظفها داعش لاستقطاب الشباب أو استقطاب الأطفال منها وسائل التواصل الاجتماعي أما بخصوص الأطفال فهؤلاء الأطفال إما يتم استقطابهم من خلال عمليات الخطفة وهم يكونوا أبناء للمقاتلين الذين قتلوا في صفوف أو في تنظيم داعش هؤلاء الأطفال يتعرضون لعمليات كما قلت غسيل مخ وعمليات يعني مثلا هما لاحظنا أن نفس القضايا التي يتم بثها في مجلات داعش وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هي نفس المحتويات التي يكون تنظيم داعش بتدرسها لهؤلاء الأطفال واعتمد على عملية الطاعة للأمير يعني أمير شخص يعلن نفسه من داخل المجتمع أنه أمير دون التقايد بقواعد الدول الإسلامية وهذه البلاد ثم يقوم بتعليم الطفل أنه يجب السمع والطاعة لهذا الأمير وبما يخالف تماما تعليم الدين الإسلامي التي تؤكد على أنه لا طاعة إلا في معروف وتؤكد على أن هذه الطاعة طاعة وهمية وليس الطاعة حقيقية لأن الطاعة لولاة الأمور لا تكون إلا للحكام الشرعيين القائمين على البلاد عملية المناهج المستخدمة واجدنا فيها أنه مثلا بيستخدموا العديد من الصور الصور الأدوات العسكرية المستخدمة في الحرب وفي القتال مثل الصواريخ والبنادق والرشاشات والبزوكة والقنابل لتعويض الأطفال على هذه الأدوات من ناحية وده طبعا جريمة ترتكبها داعش في حق هؤلاء الأطفال الجريمة تتنافى مع كل القواعد الدولية والحقوقية وتتنافى أيضا مع تعليم الأديان السماوية وغير السماوية الإسلام يحث على الاهتمام بالأطفال ورعايتهم وتنمياتهم وتنمية قدرتهم هم ما كانوا يهتموا بتعليم الأطفال دول القراءة والكتابة بقدر ما كانوا مهتمين بتعليم هؤلاء الأطفال إزاي أنه هو يصنع سطرة واقية من الرصاص أو مثلا أنه هو يعلمه إزاي يقوم بقتل السجون من خلال دمة يعطيها للطفل ثم يضربه على هذا ودي جرائم كلها ترتكب في حق الأطفال تجعل هؤلاء الأطفال معوقين نفسيا وذهنيا ولا يسهم في تنمياتهم الإسلام بيحثنا الحقيقة على الاهتمام بالأطفال وأن المنهج المقدم لهم ينبغي أن يتواكب مع مراحل نموهم وتطورهم العقلي ومراحل النضج لهؤلاء الأطفال وهذا ما لا تتبعه داعش بخصوص عملية الطاعة وتربية الأطفال عليها الحقيقة أن الإسلام هذا المنهج منهج مغلوط جدا لأن الإسلام يحذر من هذا لا يوجد طاعة عمياء في الإسلام ولا يوجد في الإسلام شخص يشذع المجتمع ويخرج عليه ويعلن نفسه أمير ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى طاعة يطاعة عمياء وفيه قصة للنبي صلى الله عليه وسلم أقولها في عجالة حينما أرسل نبي صلى الله عليه وسلم سرية من الصراية ثم ول عليهم رجل من الأنصار يقال في هذه الرواية أنهم أعصبوه فلما أعصبوه يعني أعصبوه طلب منهم أن يقضوا نارا ثم طلب منهم أن يلقوا أنفسهم في هذه النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب منهم أن يسمعوا له ويطيعوا فقال له إنما فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النار فلماذا تأمرنا أن ندخل فيها احنا أماننا بي حتى نهرب من النار فما زالوا كذلك حتى انطفعت النار وهدع الرجل فلما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم أعقصوا عليه قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطعف المعروف الإسلام يدعونا إلى نعمل عقلنا في كل ما يقدم لنا من أفكار مغلوطة وكل ما تكون به داعش يتنافى تماما مع تعليم الإسلام مجابهة استغلال داعش للأطفال وتجنيدهم للأطفال هنا نتحدث عن مأهمية دور الأسرة دور المجتمع دور الحكومات دور رجال الدين أيضا دور المؤسسات التعليمية ألا ألام أيضا نعم 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 لابد من وجهة نظري لابد من تبني استراتيجية متكملة أولا هؤلاء الأطفال الذين تعرضوا لعمليات غسيل الدماغ لابد من إعادة تأهيلهم وأنا أعتقد أن الحكومات عليها واجب كبير جدا تجاه هؤلاء الأطفال لأننا رصدنا حوالي مليون طفل في العراق يتعرضون لهذه العمليات بالتالي لابد على الحكومات من تبني استراتيجية شاملة تشتمل الأسرة ودور الأسرة في أعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ودور المدرسة الأطفال اللي تم تجنيتهم بداعش مليون طفل تم إجبرهم على الاتحاق بمدارس داعش والتربية على هذه المناهج المغلوطة التي عدتها داعش وبما يتنافى تماما مع تعليم الإسلام الإعلام عليها دور الأسرة عليها دور رجال الدين عليهم دور ونحن في مرصد الأزهر نقوم بهذا الدور من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة نحن قمنا برد على كل الأسس والأطر الأيدولوجية التي تعتمد عليها داعش كالحاكمية والجاهلية وقضية الولاء والبراء وقضية الاستعلاء وقضية حتمية المواكهة وحتمية الصدام وقضية الطاع العمياء وقضية الجهاد بدون ضوابط الحقيقة أن داعش هم خوارج العصر الذي ينبغي على الجميع مكافحة فكرهم هم ليسوا فقط بأعداء الإسلام وإنما هم أعداء الإنسانية ولعل الحادثة الأخيرة التي وقعت في مصر في مسجد أجوضة تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هؤلاء الناس أبعد ما يكونون عن تعاليم الإسلام فقد قتلوا هؤلاء المتوضعون الساجدون راكعون لله عز وجل هم قد نزعوا عن أنفسهم تلك العباء المزيفة التي ينتدونها بأنهم يقاتلون باسم الدين ويحاربون من أجل الدين خلال الفترة الماضية لجأ داعش إلى استخدام النساء لتعويض خسارة في المقاتلين المنظمين أصلا معه وبسبب قلة المنظمين الجدد للتنظيم هل نتوقع توجه أكثر إلى استغلال الأطفال ومحاولة تجنيد الأطفال للتنظيم لتعويض الخسائر التي حدثت مؤخرا في العراق وسوريا مثلا نعم هذا ليس مستبعد ولكن هو لجوء داعش لتجنيد النساء يذكرنا بما كانت تفعله العرب في الجاهلية من التعامل مع المرأة بأنها سبيئة لأنهم يأخذوا هؤلاء النساء وهؤلاء الأطفال للبيع أيضا فهم مصدر من مصادر الدخل ويعني احنا في مرصد الأظهر كنا قد أطلقنا صرخة تحذير من أن داعش تستهدف النساء بشكل كبير للتجنيد وتستعملهم الحقيقة بطريق مزدوج بأنها تستخدم هؤلاء النساء لإغراء مزيد من الشباب للانضمام لداعش على يعادوه بالجنة الموعودة ويعادوه بالنساء ويعادوه بالأموال ثم يذهب الشاب بليكتشف أنها ليست جنة موعودة وإنما هو جحيم موعود وقد سجلنا رحلات عودة لهؤلاء الفرين من داعش ووثقنا شهداتهم الحقيقة علينا أرض الحيطة والحضر لأن ما يتعرض له داعش من هجمات ومن داعش عسكري في سوريا وفي العراق الآن شكرا ينذر بانتهاء ونحن عفوا نفهم نعم شكرا جزيلا لك نعتذر انتهى وقتنا شكرا جزيلا لك حدثنا من القاهرة الدكتور كمال بريق عبد السلام مشرف في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وعضو مركز الأزهر للحوار شكرا جزيلا لك